بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بقسم المساعدين الطبيين في قسم في المستوى الأول الفصل الثاني في مقرر مادة التشريح ونحن الآن في صدد القزة الثاني من مادة التشريح وكما ذكرنا لكم في المحاضرات السابقة بعض العناوين بالدروس في مادة التشريح وهي السل الخلية والتيش الأنسية والسيكلتون الهيكة العظمية والمسلس العضلات والجوينس المفاصل وبعض الأجهزاء القهاز الكارديوفسكولر سيستيم القهاز القلبي الذي هو الوعائي والقهاز الليمفاتيك سيستيم القهاز الليمفاوي والآن سنبدأ نتطرق في القزة الثاني للمادة الأناتومية التشريح وسيكون موضوع الدرس الأول هو موضوع القهاز التنفسي الرسبياتوري سيستيم طبعا الرسبياتوري سيستيم ينقسم إلى قزئين القهاز التنفسي العلوي والقهاز التنفسي السفلي الأبر رسبياتوري سيستيم واللور رسبياتوري سيستيم كما تلاحظون هنا القهاز التنفسي يتوضح لنا هنا معنا بعض هذه القهزة الواضحة أمامكم بالشاشة معنا النزل كافتي القناة الأنفية وفي معنا الفرانيكس القزة الثانية البلعوم وفي معنا أيضا الورى الكافتي لكن لا تعتبرك قز رئيسي من القناة الهضمية لكن ممكن نستخدم الفم للتنفس عندما يكون الشخص مثلا في غيبوبة أو عندما يكون الشخص لديه صعوبة في التنفس بالأنف في كسور أو بعض ذلك نعمل حملية عن طريق الأورى الكافتي الفم إلى فتح التراغية أو اللارانيكس عن طريق الأنبوب الحنقري حتى يأخذ الشخص التنفس أيضا في معنا اللارانيكس الذي هي الحنقرة بعد ذلك نأتي للقهاز التنفسي السفلي كما تلاحظون أول عضو هنا التراكية ثم بعد تأتي التراكية تنقس من القصبات التراكية متصلها بالقصبات الهوائية البرونكية أو يسموني البرونكايتس البرونكي ثم بعد ذلك البرونكي تتفرع إلى قصيبات أو شعيبات هوائية البرونكيوليس التي تندرج إلى داخل الرئة ثم بعد ذلك متصلة بالولوفولي الحوصلات الهوائية هذه الحوصلات هي التي تعمل على عملية تبادل الغازات بأخذ الأكسوبين وطرثانيكسيز الكربون وأيضا الامتصاص ونقله إلى الدم في معانا الريئتين نتعتبر الريئتين الريت والليفت الريالي منه اليسرى وهنا كما توضحون سنبدأ نتطرق على عضو عضو هذا طبعا الجهاز التنفسي بشكل عام لكن عندما نأتي إلى تعريف الجهاز التنفسي نقول الرسبيراتوري معنى أن الجهاز التنفسي هو عملية تتم أو تنتق عن طريق عمليتين العملية الأولى وهي تعتبر المحيط الخارجي وهنا تعتبر هذه مرحلات مرحلات الشهيقة عندما يأخذ الإنسان عن طريق التنفس عن طريق الماث الفم وأند النوز الأنف يحصل أو يعمل سيكون هنا تحدث العملية فيحصل الريئتين تحصل ماذا تتمدد بأكس الحجاب الحاجز يحصل عملية القذاب للداخل العملية الثانية وهي عملية الزفير خروق الهواء خروق أو طرد ثاني من الريئتين إلى الخارج الجسم ماذا يحصل أو ما هي النتيجة يحصل للريئة يحصل وغير الحاجز يحصل ماذا يتدمد عكس الطريقة الأولى الإنسبريشن إذن التنفس عبارة عن عملية عمليتين تكون عملية القهاز التنفسي عن طريق الإنسابریشن الذي هو الشهيق والاكسبريشن والذي هو الزفير 예سبريشن وأخذ الهواء واكسبريشن طرد الهواء هنا نارى تركيب القهاز التنفسي ماذا يتركب القهاز التنفسي نلاحظ هنا أن الجهاز التنفسي يتكون من الأبر أوفر سبيلاتوري سيستيم واللور أوفر سبيلاتوري سيستيم الجهاز التنفسي العلوي والجهاز التنفسي السفلي الجهاز التنفسي العلوي يتكون من النوز والأنف هذا يتكون أو يحتوي على النزل كفتي القناة الأنفية القناة الأنفية والقناة الأنفية يوجد فينا انحرام الخراتين وبينهما حاجز أو انحراء أو حاجز أنفي وأيضا وجود المادة الميوكوسة المادة المخاطية والالفاكتوريس بيسونس الذي هي الحاسة الشم وأيضا البارانيزل سينوسيس البارانيزل سينوسيس التي هي تعتبر القيوب الأنفية معانا القزة الثانية الفرانيكس الذي هو الثروت يطلق عليه الحلق الفرانيكس البلعوم يطلق عليه الثروت الحلق معانا القزة الثالثة والحضو الثالث اللارانيكس وهي الحنقرة وتدعى كروت فاويس بوكس فويس بوكس معناته صندوق الصوت العضوى الرابع الإبجولوتس الإبجولوتس هذه التي تعتبر لسان المزمار أو يسموها اللوها أما بالنسبة للور رسبيراتوري سيستيم القهاز التنفسي السفلي يتكون من التراكية والبرونكيا والبرونكيوليس واللوولي واللانكس والديفرام الذي هو الحقاب الحاجز لكن هنا التراكية التي تعتبر القصب الهوائية والبرونكي الذي هي القصبات الهوائية والبرونكيوليس القصيبات الهوائية واللوولي الذي هو الحواصلات واللانج الذي تعتبر الرياء هذا بشكل عام كتقسيم القهاز التنفسي العلوي نحن الآن سنبدأ نأخذ القهاز التنفسي العلوي الأبر رسبيراتوري سيستيم والأبر رسبيراتوري سيستيم كما تلاحظون كومباوسيد أوفذا نوز يتكوى من النوز الأنف والنزل كافيتي القناة والبرانيزل سينوسيس الذي هو القيوب الأنفية والفرونكس الذي هو البلعوم الثروت الحلق الذي نطلق عليه الحلق واللارينكس التي تعتبر الحنقران لاحظ هنا في هذا الرسم أو هذا الموضح تلاحظ أن هنا موجود أول حاجة المنطقة النوز ثم بعد ذلك النزل كافيتي الذي تعتبر الحاجز الأنفي معايش مع الميوكواس المادة المخاطئة والحاسة الشم ثم بعد ذلك يأتي هنا الذي تعتبر النوز ثم النزل كافيتي العضو الثالث يأتي هنا الفرانيكس لاحظوا هنا الفرانيكس البلعوم في هذا المكان يأتي على طرق مباشرة أسفل الأنف وخلف الفم وأيضا متصل بالحنقراني الأسفل معانا أيضا القيوب الأنفية أولا القيوب الأنفية معانا هنا الفرونتال تلاحظون القيوب الأنفي القيوب القبهي الذي هو في الفرونتال ثم بعد ذلك السفون الساينس الذي يعتبر القيوب الوتدي ثم بعد ذلك يأتي القيوب الغرباني الذي هو لثمودول ثم المكزلري الذي هو الوقني سنتطرق عليهم طبعا هذا كلهم على حدة في موضوع البارانيزل سينوسيس هذه بالنسبة للجهاز التنفسي ماذا العلوي الجهاز التنفسي العلوي على طول يأتي هنا تحت الجهاز التنفسي سنتطرق عليه إن شاء الله في محاضرة أخرى طيب أول حاجة نبدأ بتعريف النوس الأول عضو من الجهاز التنفسي العلوي العلوي معناته هنا يقول أنه الآن في عبارة عن ممر للطرق الهوائية ممر هوائي كونتاين اون الفاكتوري يتكون من الفاكتوري ريسبوتورس المستقبلات الحسية والشم حسة الشم هنا وأند الميكوسة المادة المخاطية التي تأتي تكون في منطقة الأنف إذن النوس معروف هذا تعريفه أما بالنسبة ما هي وظائفه أو ما هي العمل التي يقوم به أولا أول شيء برافيوتس آير واي البرافيوتس آير واي معناته إنه يكون هنا ماذا يعطينا قلنا القهاز التنفسي يزود يعمل عملية تزويد للمقاري التنفسية عندما يكون مقرأ الطرق المقاري التنفسية يعمل عملية إيصال الرئة إيصال الهواء إلى داخل الحنقرات ثم بعد ذلك القصبة الهوائية عن طريق ماذا؟ عن طريق النوز إذن النوز هذا البروفيد آير واي الوظيفة الثانية يعمل على ترطيب وتدفيات الهواء ترطيب وتدفيات الهواء الهواء عندما يستنشق الإنسان هوا حار فيعمل عملية تدفئة وترطيب حتى يدخل الرئة بشكل مناسب ومتكيف وإذا كان الهواء بارد العكس يعمل على تدفياته ويمنع دخول الأقسام الغريبة إلى داخل الجهاز التنفسية السفلي الفلتريس آير يعمل عملية ترشيح وتصفية عندنا مادة مخاطية وعندنا مصيلات شعرية هذه المادة المخاطية والمصيلات الشعرية تعمل عملية حقزة الأتريبة ومنع دخولها إلى الجهاز التنفسية السفلي الفاكتوري ريسبيتورس لديه مستقبلات الإحساس أو حسات الشمية طبعا عندما الإنسان يستخدم حاسة الشم يمن خلاله يعرف أن الإنسان يستنشق هواء وكسوق النقي أو يستنشق غاز مثل غاز الإيثانول غاز التنار هناك أشياء أخرى تعمل على عملية تهيق وتهتك في أنسية الرياء والخصب الهوائي والحرق فعندما الإنسان يستخدم هذه الحاسة تعطيه إشارة أن الهواء يكون منافع أو ضار أو يوجد بعض المضاعفات عند استنشاق المادة ثانيا ننتقل إلى البارانيزل سينوسيس وهي تعتبر القيوب الأنفية البارانيزل سينوسيس القيوب الأنفية يعني أربع عظام متصلة ومرتبطة بالقمقمة يعني منطقات تمر من خلال هذه المنطقة أو المسافة تمر تدعى هذه المسافات أو العظام الذي متصل بالقمقمة تدعى بالقيوب الأنفية طبعا تلاحظون هنا لدينا أربعة قيوبان فيها معنا القيبة الأول الفرونتل الذي يعتبر باللون الأخضر يأتي بالقبهة أرفع العينين بمنسطة الجبهة معي القيبة الثاني الإثمودول الذي هو يأتي خلف الأنف على قيهة الجانب من الداخل بقهتين اسمه الإثمودول الذي يعتبر الغرباني فيما هي السفنودل الذي يعتبر الوجني وهو يكون أسفل العين من للداخل خلف الأنف أسفل العين للخارج عفوا عند الحاقب أو الحواجب أو عظمة العين ومعي المكزل الذي يعتبر النوع الرابع وهو العظم الوجني يأتي في مكان الوجنة هنا على قيهات اليمين ويسار رأس الأنف أو مقدمة الأنف هذه بالنسبة للأربعة القيوب الأنفية نأتي إلى العضو الثالث وهو الفرانيكس البلعوم الفرانيكس البلعوم كما قلنا كومون سبايس يوز باي بوث يعني منطقها ومساحة شائعة نعم نستخدمها أو تستخدم يوز يوز باي بوث ذال سبيراتوري للتنفس أند لليمين للديكستي فالذي هو الجهاز السيستيم الهضمي إذن الحلق أو البلعوم يعتبر مسافة عامة تستخدم لمقرى التنفس وفي مقرى الهواء طبعا فلأنه لماذا نستخدم مقرى التنفس مقرى الهواء لأن الفرانيكس يتكون ثلاثة من ثلاثة أقسام فقسم الأورو الفرانيكس الذي هو الفموي والنوز الفرانيكس الأنفي والرينج الفرانيكس البلعومي أو يسمى الحنقوري فإذا استخدمت الحنقورة معناته أنه استخدمت القهاز الفرانيكس للهواء للتنفس عن طريق قز البلعوم الذي هو النوز الفرانيكس أما إذا استخدمت الأسوفيجي الذي هو المري أو عملية البلع القهاز الهوضمي الديكستيف فأستخدم الأورو طيب كما قلنا الاسم العام الشايع للفرانيكس الذي هو الثروت الذي هو الحلقة الورجيناتس بوستوريور يعني الحلق يقول لك منطقة نبحث من البوستوريور توذا نزل من خلف الانف ومن ثم ذلك خلف القناة العنفية يمتد للأسفل على مستوى يتفرع إلى الحنقرة الذي هي الارانيكس الجهاز الانفوسي وإلى الاسفجيس المري القهاز الهضمي كمون باوث فور بوث آير اند فود يعني كما قلنا انه يستخدم لمجرى او منطقة للبوث للآير الهواء والاند فود الذي هو الغذاء طبعا علشان نعرف الانواع حق الفرانيكس شريحيا والموقع لاحظوا هنا معي هذا الفرانيكس الفرانيكس معانا هنا النوز النوز فرانيكس الذي يكون ممتد من خلف الانف ثم معانا بعد ذلك الأورو فرانيكس الذي يمتد من خلف الفم ثم بعد اللارينغو فرانيكس الذي هو القز الأخير عندما قلنا ينبعث للأسفل متصل بالحنقرة وهذه هي الحنقرة للانيكس وهذا هو الملعو البلعوم متصل او بامامها فإنسان يحدد هل يستخدم الفرانيكس او الحنقرة او يستخدم الاسفجيس الملري نبدأ الان باقسام الفرانيكس اول قسمة عن النوز فرانيكس الذي هو يش البلعوم الانفي على طول يقع مباشرة خلف وارفع الحنك الرخوة في معانا هنا حنك او سقف الفم على طول مباشرة يقع ارفع من هذا الحنك بنفس اللحظة خلف الانف هذا نسمي هذه المنطقة منطقة النوز فرانيكس ويفصل ما بين ايش او يقع ما بين القناة الفرانيكس النورمالي only by air based through من خلال واحدة طبيعي انه يمر من خلال الهواء يمر من خلال الهواء الماتريالس فروم the oral cavities and oral pharynx is typically يعني انه هنا المواد هذه التي تمر من مقناة الفموية وتمر من الوران فرانيكس الذي هو البلعوم الفموي ويس دا تبيكالي بلاك فروم انترنينج تمنع او خلف او ترجوع هذه المواد انترنينج ذا نوز فرانيكس لدخول الى الانف بواسطة الافيولا الافيولا الذي هي اللوها او لسان المسمار ايضا الحنك الرق اثناء البلع على طول عن طريق القهاز البلعوم الفموي يقول لك انه عندما يبلع الشخص هذا الطعام يحصل عمليتيش اليوهولي تعمل عمليتيش انترنينج تغطي الفرانيكس حتى لا يدخل الهواء الى القهاز التنفسي الى القهاز التنفسي لا يدخل السرول اثناء البلع الطعام اذا عبارة عن انه هذه المنطقة النوز فرانيكس عبارة عن منطقة قناوية او قناة تمر فيها تتصل بالنوز فرانيكس الى مدل اير في منطقة وسطية منطقة هذه المنطقة الوسطية تكون في منطقة معانا هنا الاظن ومعانا هنا القيوب الأنفية في هذه المنطقة التي تعتبر ما بين القيوب الأنفية والأذن منطقة تعمل حملية اتصال بين النوز فرانيكس الذي هو البلعوم الانفي الأنفي طيب في معانا البستوريور نازو فرانكس وأيضا بقدار من الخلف النزل فرانكس معانا هنا جيو بيت والفرنجل تونسل معانا اللوزة هذه اللوزة أدنويتس تدعى بالأدنويتس طبعا معانا يسموننا اللوزة الثالثة وفي معانا اللوزتين اللوزة الثالثة كما قلنا تقع بستوريور نازل فرانكس خلف البلعوم الأنفي خلف البلعوم الأنفي واللوزة الرسمية التي تعتبر تقع أين ماذا تقع في الخلف الأورال الأورال الكافيتي الذي القناة الفنوية في سقف الحلق في سقف ماذا الحلق إذن في معانا هنا نبدأ على طلب باشرة الآن بموضوع الذي هو ذكرنا النوز فرانكس والآن سنتكلم عن الأورال فرانكس منطقة وسطية ما بين الفرنج جل منطقة البلعومية الأمدوتيلي بستوريور أورال كافيتي إذن تقع في منتصف خلفية الأورال كافيتي خلف الفن مباشرة كومور رسبيراتوري منطقة استخدم للتنفس للجهاز الهضمي كما قلنا ومن خلالها يمر سلوولد الهواء والطعام الهواء والطعام الليمفاتيك أورجينز هير بروفيد أوف ذا في رست اللاين أوف ديفينتز يعني نعتبر هذا الأورال فرانكس خط للمفاوي أو الدفاع يقوم بعملية البلعومة أو أخذ الطعام الذي هو التناول ثم بعد ذلك يحصل عمليات منع دخول المواد الغريبة أو دخول الأجسام الذي ربما تكون غير ممتصة أو غير مهضومة إلى القهاز التنفسي هنا نلاحظ في منطقات هذه الرسمة طبعا نلاحظ علشان نعرف منطقات اللوها الأفولة ومنطقات التونسل الذي هي اللوزتين وفي معنا منطقات الصوفت بلاث الذي هي الحراكة الرخو الذي هو الحراكة الرخو نأتي إلى النوع الثالث اللوح اللارينج فرانيكس البلعوم الحنغري والبلعوم الحنغري يقع أسفل المنطقة السفلية من الحلق من الفرانيكس يمتد إلى الأسفل فيما مقابل العظمة يتصل مباشرة بماذا؟ بالمري ينتصل بالمري أو مكان أمام أو يكون قريب للفتحة واحدة بينهم اللهم فقط يعني المسافة التي تحدد إما عن التنفس أو ماذا؟ أو للهواء طبعا هناك ثلاثة وظائف وهذه الثلاثة الوظائف تعتبر أول وظيفة أساسية براديوس فاكوليزيشن الذي سبيتش يعني تنتج لي الفاكوليزيشن الصوت أو الذي هو سبيتش الكلام إذن الوظيفة أول شيء وظيفة كلامية تنتجي السوق البرافيوودز أيضا تعمل عملية تعمل عملية تزود بفتح مقاري الهوائية تعمل بعملية فتح بمقاري الهوائية البرافيوودز الذي هو يحطى التنفس أيضا الملحب للطريقة الثانية الذي هي التنفس يعني تعمل عملية ميكانيكية متبادلة ما بين الهواء العملية ميكانيكية تبادلية ما بين الطاق والهواء عندما انغلق مجرأ البلع على طول مباشرة أثناء البلع يحصل عملية فتح المقاري التنفسية وأثناء عملية تغلاق الجهاز الهضمي الذي هو البلع يحصل عملية مباشرة انغلاق الجهاز التنفسي عن طريقة الهواء القزة الثالث والأخير اللارانيكس الذي تعتبر الصندوق الصوت اللارانيكس الفوس بوكس طبعا يعتبر هذا صندوق للصوت وقصير أيضا صموات يعني شبه ما ليس بطويل وليس بقصير سلندريكال ايرواي ويكون الشكل الحق استواني اندس انذا تراكيا يمتد إلى الأسفل على طول يلتصل بالجزة الأول من جهاز التنفسي السفلي وهي التراكية طبعا له عدة وظائف من هذه الوظائف يعمل عملية يمنع أو يحقز بمنع دخول المواد أثناء بلع أو أثناء بلع الطعام لدخول هذه المواد إلى الجهاز التنفسي السفلي يعمل عملية تكييف لدخول الهواء إلى الجهاز التنفسي السفلي كما قلنا يعمل عملية تهكيف تهوية تعمل عملية ربما تخفف هواء عندما يكون حار أو بارد حتى يصل الجهاز التنفسي السفلي بكنديكتس يعني يكون مكيف أو متكيف مع القو يعني تنتج الأصوات أيضا هذه الحنقرة تعتبر تنتج الصوت فعند وجود مشكلة أو التهاب في وصابة الحنقرة تحلاحظ أن الشخص يحصل عملية التغيير لنغمة الصوت إذن هذا شكرا لكم أيها الطلاب هذا بالنسبة للمقرر مادة تشريح المحاضرة الأولى وإن شاء الله سنكون في لقاء قادم بالمحاضرة الثانية في نفس الموضوع القهاز التنفسي لكن سنترق في لحظة السفلية هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته